أصبح الصغير راكون وجرون أفضل صديقين في حديقة حيوان صغيرة في سيبريا بعدما قرر الحراس وضعهما معا في قفص واحد ولأن المشاركة دليل على الاهتمام فإن الصغيرين وعمرهم الآن نحو ثلاثة أشهر لا يتشاركان المكان والألعاب والطعام فحسب بل يكملان بعضهم البعض بمشاركة بعض العادات والتصرفات فالصغير الراكون موشكا الذي ولد في حديقة حيوان أخرى انفصل عن عائلته بعدما عجزت أمه عن رعاية خمسة صغار معا وتم نقله إلى حديقة الحيوان الصغيرة هذه في إركوتسك وكان وحيدا دون رفيق يلعب معه وحينها قرر حراس الحديقة إيجاد جرو ليصاحبه حيث أن الكلاب أقل خطرا على حيوان الراكون من القطط فيما يتعلق بالفيروسات والأمراض ووقع الاختيار على الجرو بروشكا من فصيلة بيت برابنسون المعروفة بلطافتها وسلوكها الودود وتبين أنه كان معلما رائعا للراكون الصغير وكان موشكا معتادا على شرب الحليب فقط حتى التقى بصديقه بروشكا الذي علمه تناول الطعام كما يساعده على تنظيف نفسه بعد الأكل ويحاول الجرو تقليد صديقه بتسلق الأشخاص والأماكن ويقول الحراس إنهم سيبقون على الصديقين معا طالما أنهما متفاهما ويتعايشان سويا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر